السلام عليكم يا أخوان؟กرأت من اللاتفة والآخر معكم العسري كالعادة محبوب بكم فيديو جديد المهم هذا الفيديو موضوع في أخ زائري كان يقول لي يا أخويا العسري أضللين عن المغاربة التي في الجزائر كيف عايشين؟ وكيف يعيشون؟ وكان هناك بعد المغاربة يودي العسري رخصتك تسوي للك المغاربة لتكرف السؤال ولتبقى لو أصابهم المهم الأمر سوف نبدأ عن المغاربة المقيمين بالجزائر والمغاربة الذي يخدمون في الجزائر المهم بحكم أنني كنت في الجزائر وعندي أصحابهم في الجزائر مغربة في الجزائر سوى لهم قال لي اخويا احنا را قدامين باخي الحمد لله خصوصا واحد تبقى من المرة كنت في فتيب بازان قلت ليهم كيفاش كنت عيشتما في فتيب بازان وكيف كان شي مشكل مع المواطنين الجزائريين ومعامل الحالوث قال لي الله كنمشي وكنت قدام وكل شيء يقول لك الجزائرين باللي الشعب والشعب رخاوة خاوة ومن نسبة الحكومة ترشغلوا ماذاك احنا را خاطينا الصداق خاطينا المشاكل خاطينا كده وكده يعني احنا را خاوة خاوة يعني ما كيش المشكل في المواطن يعني المشكل كان غير في الحكومة يعني الحكومة مع الحكومة الله يسهل الشعب والشعب رخاوة الحمد لله اما بنسبة ناس تيب بازا ولا وهران ولا العاصيمة ولا نزيل ثمسان ونزيل سيدي بالعباس ونزيل النبار الله عمر هذا خدمت فضل بلايس ولا كينا بلاس واحدة اللي ممشيش لها هي علابة وكي عودوا لي عليها بالنزيانة والمناطق خامل اللي يذكرتهم را مزياني وكي تخدم فيه معادن ورمال ما كينش اللي كي يدر معك وبنسبة الناس اللي مشو تمو حرابة يعني بلاوراق را ما كي يدرواش معهم يعني كتتم غادي عادي جدا بحال بحال اي اي انسان غير ما تجبتش المشاكل وما تجبتش الصداع يعني كي يكون شي صداع بحالك وكتدخون توصدك صداع وكتجي صداع فيك كتجمع كل شي كتدين الكوميسارية كتبقى تحقق معهم كتلقىك مغربي ومعندكش الكواغب يعني هناك يتخذوا معاك الاجراءات اللازمة باش يقدموك المغرب غادي يقدموك عبر الحدود يعني ويدروا لك مغادرة الطرى بالوطنية وامارك ما تدخل مازال للجزائر ما كيننا حبس الأول وفنسين ما يمكن يقدموك الشرطة المغربية اللي كان في الحدود وكيف ريوان معك المهم اما بنسبة المعاملة العادي جدا را كتقول لهم مغربي يقول لك خيار الناس والمغرب والجزائر كان الصور والخوة يعني مو كين من المشكلة كيف احبت أكثر لا تكون المشكلة لنسبة الناس اللي قول لغادي كيفما بتكرموك المغربة اللي كان في الحدود رغم ما يقرب سنلن وللحمد لله رغم ما عايشين بياخير وخدمين بياخير وكيتقديو ويخير بحالهم بحال قاع ناس اللي مقيمين في الجزائر وليل اللي خدمين في الجزائر يعني الجزائر فعجية برثي الناس من مختلف الأجناس يعني نتعلموك الحلق يعني ما كانت موشكين أدى ما كان الخطوة كنت من الرسالة كنوصلا